تتولى ردود الفعل من هيئات الأمم المتحدة على قرار إثيوبي بطرد سبعة من موظفي المنظمة من أراضيها آخر الردود صدر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة فوصف القرار الإثيوبية بالخطوة الخطيرة وشدد على أن موقف الأمم المتحدة موحد ومفاده أن الوضع غير مقبول مكتب الشؤون الإنسانية في المنظمة طالب باستمرار العمليات الإنسانية مبديا قلقا بشأن أكثر من خمسة ملايين شخص في تيجراي يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة معتبرا أن قرار أديس أبابا قد يوقف العمليات الإنسانية في تيجراي الأمين العام للأمم المتحدة عبر في بيان عن صدمته من قرار أديس أبابا داعيا على لسان المتحدثة باسمه للتراجع عنه تفاجأت كثيرا حين علمت بأن الحكومة الإثيوبية قررت إعلان سبعة مسؤولين في الأمم المتحدة على أنهم أشخاص غير مرهوب بهم في البلاد وأملكوا ثقة تامة بالمسؤولين الدوليين في إثيوبيا الذين يقومون بعملهم وتلتزم الأمم المتحدة بتوفير الدعم الإنساني للشعب الإثيوبي ونعمل مع الحكومة الإثيوبية حاليا ونتوقع أن تسمح للموظفين المعنيين بالاستمرار بعملهم المهم من جاربها أدانة الولايات المتحدة طرد السلطات الإثيوبية مسؤولين أمميين ولوح البيت الأبيض بفرض عقوبات على من يعرقلون الجهود الإنسانية في إثيوبيا وكانت الخارجية الإثيوبية أعلنت في وقت سابق أنها طردت سبعة مسؤولين بالأمم المتحدة من أراضيها متهمة إياهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وجاء ذلك بعدما حذر أحد المسؤولين الدوليين من أن الحصار الحكومي على إقليم تيجراي يهدد ملايين الأشخاص ويزيد من خطر المجاعة وسوء التغذية